هي الجلسة الأولى لمجلس محافظة الأنبار بعد أشهر من سيطرة تنظيم داعش عليها وفيما احتضن قضاء الخالدية هذه الجلسة بسبب استمرار سيطرة داعش على مركز الرمادي تؤكد قيادات محلية وأمنية تجد الثقة لقيادتي الشرطة والحجر الشعبي بالإضافة إلى إعادة إعمار البنى التحتية وتقديم الخدمات للمناطق المحرارة هذا الاجتماع عقد في بناية مجلس محافظة الأنبار في مدينة الخالدية الصامدة وسوف تكون الاجتماعات إن شاء الله مستمرة في هذه المدينة نحن في حكومة الأنبار لدينا الثقة المطلقة بسيد الفريق رشيد قاد حجد الأنبار باعتبار عمل معنا طيلة السنة في قيادة عمليات الأنبار ولدينا ثقة كبيرة بهم نسأل سبحانه وتعالى أن يوفق في هذه المهمة وهو يحظى بمقبولية كبيرة جدا لدى كل أبناء عشار محافظة الأنبار وستنقوم بدعم بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله وعلى الرغم من تضمن جدول أعمال جلسة الحكومة المحلية للأنبار ملفات خدمية واقتصادية إلا أن الملف الأمني كان صاحب الأولوية خصوصا مع حضور قيادات أمنية في الجيش والشرطة فضلا عن مقاتلي الحجد الشعبي والعشار والذين أكدوا إكمال الاستعدادات لتحرير الرمادي بعد زج آلاف المقاتلين إلى قواطع العمليات في الأنبار تم الاستعداد لتطهير جيوب المدينة بعد تطهيرها مباشرة من قبل قوات الجيش وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الفرقة الذهبية استكملنا الاستحضارات مع قيادة الشرطة بأفواجها التي يعدد إعداد خاص من خلال جهود الأخ قائد الشرطة سنقوم مع الحشد والشرطة بتطهير هذه جيوب عند الانتهاء من عملية التطهير حتى لا يحصل خطأ كما حصل في بقية المناطق شرطة الأنبار تحولت عكس ما كان في السابق أصبح اليوم يعول عليها في العمل وكذلك أصبح وسنصبح إن شاء الله بالمستقبل أنا وأخويا وصديقي وآمري السيد الفريق الرشيد فليح قائد الحشد الشعبي في هذه المحافظة سنعمل سوية تحت عمل الفريق الواحد إن شاء الله في موضوع مسك وتحرير المدن في هذه المحافظة وعقد مجلس محافظة الأنبار جلسته الأولى في المحافظة وذلك بعد أشهر على مغادرة أعضاء المجلس بسبب سيطرة تنظيم داعش على مركز مدينة الرمادي التي تشهد منذ بداية الشهر الحالي عمليات عسكرية واسعة لتحريرها ويشارك في تلك العمليات جميع القطاعات العسكرية والحجر الشعبي وطيران التحالف الدولي والطيران العراقية